لو الحكاية فيها إنا فيديو انا بشتغل معلش ملوانة في الكلية وأنا بشتغل طباق ثم بعد ذلك لحد هذا الان انا بشتغل هو الشول اولا اصلا مش عين بس مش عشان حاجة عشان انا مثلا الناس بنكافح على اكل عيشنا وبرضا انا معايا اسرة ومتجوز ومعايا بنت فلازم برضو ما نحودش وبرضو حتى معلش اي مهنة دلوقتي في ظل جائحة الكورونا بقت بطيقة ومرياحة وزين للظروف اللي انا عايشين فيها فلازم لوحدة كافحة من الناس فنطلب بس السادة الرئيس بالوظيفة بس مش اكتر انا بنطلب الرئيس بابسط حونة كوظيفة مش باتكلم عن نفسي دبعت من 2015 لحد 2020 لحد هذا الان مفيش حد تعاني وكل الناس اللي تعاني بالوظيفة انا بس بابسط حونة يا رئيس بنسمحك بابسط حونة اللي هي وظيفة وظيفة بنسبة تناسب واحد قاعد يتعلم حوالي 16 سنة علشان خاطر يلاقي نفسه في بلده ومعظم الناس اللي زمعيننا كلهم كل واحد شغال في مهنة والذي شغال في حرفة فنطلب بابسط حونة وهي وظيفة تناسب واحد معها ماجستير سواء في القانون في التربية كثير انا مش باتكلم عن نفسي بس باتكلم عن دفعة بأكملها من 2015 لحد 2020 واتمنى نكمل المسيرة حلمنا كلنا رأس وظيفة تناسب مؤهلنا العلمي وشوك رأسيات طويلة في اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة